السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هو كيف تثمر الصحرى حضارة الآن من البحث الميداني الذي بدأ للتو يعني في عموم الجزيرة العربية خاصة السعودية لأننا تأخرنا كثيرا أثبت أن حضارات قديمة جدا أخذت مكانها من الجزيرة العربية وربما الدراسات اللاحقة ستثبت أن تاريخ الإنسان وما يسمى بالإنسان العاقل أنه بدأ من هذه الأرض وفيها دلة كثيرة على ذلك دلة قرآنية ودلة هثارية لما قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ولتنذر أم القرى وما حولها الآن البحث الميداني في السعودية أثبت أن هناك مدافن فوق الجبال تعد بالملايين مدافن عمارية وبالتنقيب ظهر أنها هي أول نماذج عمارية على وجه الأرض تعد عمرها 12 ألف سنة 120 نمط مسننات ومذيلات التي اكتشفنا لاحقا أنها الرمز المسماري للكتابة السومرية يعني مدفن على شكل مسمار على شكل على شكل مسمار ومن النماذج أيضا هذه اخترنا نموذج واحد وجدنا رمز الصيدلة رمز الصيدلة الذي لاحقا نسب إلى الغريق ونسب إلى حضارات سابقة لكنه موجود من هذا المدفن يعني هذا مدفن بشري يعني احنا نتكلم عن 8000 سنة أو 9000 سنة وهو على شكل عصى يلتف عليه ثعبان وهذا موجود في الجزء السابع من على خطى العرب موجود منه مئات هلان ماط وشرحناه بالتفصيل من الميدان لكن لما نرجع هنا هذه لوحة لأول مرة تعرض في كاتب صحفي كان يكتب على لوح بالقلم المسماري طبعا باللغة السومرية على أحداث معركة فقط هذا للمنتدى لأنه منتدى إعلامي نأتي إلى أيضا نموذج آخر غير المدافن علشان نركز وجدنا أن القلم الثمودي القلم الثمودي باللغة العربية يعني الآن لما نقول قلم ثمودي لحياني ديداني مسند جنوبي أحسائي صفائي نبطي هي كلها النطق نطق عربي لكن الحرف مختلف نتكلم عن نموذج واحد ما يسمى بالقلم الثمودي أو القلم الثمودي كان يعتبر أن عمره 1200 قبل الميلاد كحد أقصى لكن وجدنا الآن آلاف الأدلة أن هذا القلم يعود عمره لأكثر من 7000 سنة أنا أعرف أنه التقسيم الأثري أن القلم المسماري السومري والهيروغليفي المصري أنه هو الأقدم 3000 سنة قبل الميلاد العلم الآثار دائما متغير دائما متغير ما فيه شيء ثابت وجدنا أن القلم الثمودي الذي يبدأ من ثمود في حضرموت حتى الصفة في سوريا آلاف أو مئات الآلاف أو حتى ملايين النقوش بالقلم الثمودي وجدناه مرتبطة ارتباط مباشر بحيوانات السافانة من هذه النقوش بالشويمس يقول هذا لي هذا الثور لي طبعا هذه الثيران لا تعيش إلا في السافانة لي حشايش السافانة هذا الأسد لي بقرة الكودو لي هذا الأيل الأيل حتى لم يعيش في السافانة عاش في فترة تسمى الغابات القزمية الطلحية يعني قبل السافانة لأن الجزيرة العربية اللي الآن صحرة مرت بثلاث مراحل بعد العصر الجليدي الأخير اللي يسمى عصر الهوليسي مرت بالغابات القزمية الطلحية ثم قل مستوى المطر فدخلنا حشائش السافانة واستمرنا ثلاث الاف سنة ثم قبل سبع الاف سنة بالضبط توقفت الأمطار الموسمية المستمرة اللي ستتشر ودخلنا بالتصحر الذي ترونه الآن نجد حيوانات السافانة هذه اللي أصلا عاشت لا تعيش إلا في سافانة حتى لا تعيش في صحراء ولا شيء بصحراء مرتبطة بالقلم الثمودي إذن هذا سيغير كتابة تقسيم اللغات والتاريخ طبعا حين لما نتكلم عن الخليج الآن كلنا نعرف أن الخليج العربي اللي حضرت دلم وحضرت ماجان اللي فيها الإمارات العربية هي وعومان هذه ذكرت كثيرا بالألواح السومرية المسمرية وهي حضرات عظيمة حتى أن النحاس والصناعة النحاسية بدأت يعني لما تصحرت الجزيرة العربية انكشفت سواء في وسط الجزيرة العربية أو على الخليج الأرض جيرموفولوجيا تكشفت فالبحث عن المعادن فيها هو الأسهل مقارنة في بلاد أخرى ما زال يغطيها الجليد إذا تكلمنا قبل ستة لف سنة اللي هو العصر النحاسي ثم دخلنا بالعصر البرونزي فنجد أدلة كثيرة على على الكتابة المسمارية كانوا يرسمون لأن الكتابة المسمارية رمزية يرسمون المناجم في ماجان اللي هي تبدأ من حضارة أم النار في أبوظبي جنوبا حتى رأس الحد هذه اسمها حضارة ماجان والحديث يطول فيها وشمالا من حضارة أم النار اللي هي الآن موجودة وسويت عنها حلقات حتى الكويت هذه تسمى حضارة دلمن حتى الكتابة المسمارية الرمزية كما ترونها ترسم المناجم مناجم النحاس على شكل منجم على شكل منجم والآن حضارة ساروق الحديد التي موجودة المتحف فيها في دبي والتي اكتشفها الشيخ محمد بن راشد وجدوا آلاف القطع لأول نماذج صنعت من النحاس قبل ما يخلط بالقسدير قبل ما تكون برونز من الأسلحة ومن الزينة وحتى نماذج الفؤوس اللي موجودة بساروق الحديد كنا نعتقد أنها ديزاين أو نماذج إغريقية لكن هي وجدت في حضارة ساروق الحديد وحضارة ساروق الحديد كما ترون توجد هي حضارة من الممالك العربية القديمة الموجودة على الخليج مثلها مثل إذا تنظرون إلى الخريطة هذه الخطوط الحمراء هذه طرق الحرير البحرية والبنفسجية طرق البخورة البرية والتقاءها في المواني انظروا إلى كثرة المواني في منطقة عمان والإمارات والخليج العربي يعني طرق طرق البخورة التجارية تلتقي مع طرق الحرير البحرية يعود عمره لأكثر من 6 ألف سنة لأنه الإنسان قبل ما يدجن الجمل قبل 7 ألف سنة كان يستخدم البحر فبضاعة الهند والسند والصين تأتي بالحرير والأخشاب والعطورات إلى الجزيرة العربية وأهل الجزيرة العربية خاصة في عمان يبيعون اللبان بجميع أنواعه والمر والصمغ العربي واللؤلؤ اللي يستخرج من الخليج العربي والذهب عندنا في السعودية الآن أكثر من 3500 منجم تاريخي غير مستغل كلها مناجم ذهب إذا قلنا الألف الأولى 15 قرن قبل الميلاد والمرجان من البحر الأحمر فكان في تبادل تجاري وما زالت الجزيرة العربية هي كل الممرات التجارية العالمية تمر بها فماذا نريد أن نقول الجزيرة العربية هي مهد الحضارات بالأدلة سواء بالنماذج المعمرية اللي قلنا عنها المدافن اللي تجاوز مليون مدفن لماذا مدفن؟ لأنهم قديما لما ما كانوا مشغولين بحياتهم زي جدادنا قبل 7000 سنة لم يكن الوضع حنا دائما تصورنا عن الجزيرة العربية قبل الإسلام جاهلية يغزون بعض ثم جاء الإسلام صحيح هذا هذا الكلام قريب جدا قبل 14 قرن لكن حنا نتكلم عن 7000 6000 سنة والجزيرة العربية كانت سافانة ما كان الإنسان العربي مشغول في البحث عن الماء والقتال على الكلاء كانوا يفكرون وإلا لماذا نجد آلاف الآلاف من النقوش لماذا تعلموا الكتابة الألف بائية بدون أخطاء نحن نعرف أن الإنسان ما يتعلم اللغة العربية إلا إذا تجاوز المرحلة المتوسطة لو تسيرون الجزء السادس من خطى العرب ذهبنا الجميع عن حاء السعودية والجزيرة العربية كلها كتابة ثمودية أبوي وجدي وجد كل واحد منكم ما كان يعرف يقرأ ويكتب قبل 200 سنة أو 300 سنة حتى عهد الرسول القرن الأول الهجري لما الأمويين طوروا حضاراتهم والعباسين بدأ ما يسمى بالكتابة المدنية التي تسمى خطأا بالخط الكوفي أيضا لأن تاريخ الجزيرة العربية ظلم كل شيء ينسب للخارج حتى القلم الثمودي ما بدأ إلا ألف قبل الميلاد طيب قبل ألف قبل الميلاد ماذا كانت الجزيرة العربية لا شيء والسبب أن المستشرقين هم الذين وضعوا لنا التاريخ والمستشرقين رغم الفوائد التي قدموها للتراث والتاريخ العربي لأنهم سبقون بالعلم والتحليل الأنثربولوجي إلا أنهم كتبوا كل ما كتبوه على ضوء التوراة ولهم أهداف يطول الحديث فيها جميع المدارس الاستشرقية سواء القديمة أو الحديثة حنا الآن في العالم العربي لابد أننا حنا لنبحث أنثربولوجية تاريخنا اللي هو علم الإنسان وربطه بماذا بل إيركيولوجي اللي هو علم الآثار الذي قائم على ماذا قائم على الجيرموفولوجي اللي هو يكشف لنا عن النقوش عن المدافن عن الآثار العظيمة المطمورة تحت الأرض إذن الجزيرة العربية كانت المكان الصالح للعيش لما نقول كيف تثمر الصحراء عن حضارها أصلا هي المكان الصالح للعيش منذ نهاية عصر الهلوسين كانت شمال أفريقيا جليد وربا كلها جليد المكان الصالح للعيش هو الجزيرة العربية هذا هو ثبت جيرموفولوجيا هذا ليس كلام الإيركيولوجيين أو الآثاريين أو الأنثربولوجيين هذا معهد ماكس بلانك بقيادة مايكل بتراجيليا لما سوى مجسات في جب وفي حايل وجد أدلة عصر السافانة قبل سبعالاف سنة منها انقرضت هذه الحيوانات الكبيرة التي كانت يعني مثلا حجر الديورايت كان لمسلة حمرابي جلبت من عمان اللي كتب عليها أهم وأعظم قوانين موجودة في التاريخ لأن بلاد الرافدين لا يوجد فيها حجر ديورايت فأنا لا أريد أن أشغلكم بال مثلا هذه ثبت أنه قبل ستة آلاف سنة أنه كان يأتي نوع من الأيس كريم يأتي من العراق اللي هو زيوت مع كزبرة مع زيت يخلط بثلج يؤتها من جبال كردستان وينقل عبر نهر دجلة ويوضع تحت الأرض بمثل الثلاجات يضع عليها أخشاب يطول الحديث فيها تكلموا فيها ولذلك نسبت حدائق بابل المعلقة إلى مع أنها ربما خيالية حدائق بابل لكن كان في عمل متطور تأتي إلى الخليج إلى حضارة مجان وإلى حضارة الجرهاء الآن الجرهاء اللي هي على الخليج العربي كما نراها اللي هي الآن ثاج البنت الطفلة عمرها تسع سنوات التي اكتشف قبرها انظروا إلى ثاج هنا اللي هي ميناء الجرهاء طفلة عمرها تسع سنوات معها سبع طعش كيلو ذهب ابحثوا عنها اسمها أميرة ثاج وكانوا استرابون والمؤرخين الغريق والرومان قبل خمسة عشر سنة بالضبط لما نقرأ تاريخهم عن الجزيرة العربية نعتقد أنهم يبالغون لما يقولون أن الجرهائيين يلبسون الذهب وبيوتهم عليه ذهب أي ذهب نحن أهلنا ميتين من الجوع قبل مئتين سنة وثلاثمئة سنة لكن لما اكتشف القبر طفلة عمرها تسع سنين معها سبع طعش كيلو ذهب يعني هذا طيب كيف هو تكلم عن الجرهاء هو زار الجرهاء طبعا الجرهاء الآن مغطات بالرمال والبحث فيها توه يبدأ حضارة ساروق الحديد إلى الآن لما تذهبون إلى المتحف في دبي حتى أرجل وأيدي الإبل عليها عليها حلق من الذهب ومن النحاس فيه ترف هائل صحيح أن الجزيرة العربية تصحرت من سبع لف سنة وبدأت كثير من الهجرات خرجت منها الهجرات إلى بلاد الرافدين وإلى الشام وإلى النيل هذا صحيح لأنها صارت بيئة طاردة لكنهم شغلوا طرق التجارة العرب دجنوا الجمل وكف كان ثورة في المواصلات هو حيوان يبرك ويشيل 200 كيلو ويقطع الصحراء فصار الآن توازن البحر مع البر هذه ثورة لم تدرس وجدنا أدلة الآن من النقوش على تدجين الجمل هاهجن يسمون فرقوا بين الجمل حق الحليب واللحم إلى الهجن في جبه وفي حايل وفي تيمة وجدنا آلاف النقوش اللي تتكلم عن كيف يدجنون الجمل فالعرب عوضوا التصحر اللي ضرب أطنابوا على الجزيرة العربية فذهبت الرفاهية وذهب أشياء كثيرة لكن الجمل ماذا فعل صارت كل البضائع اللي تعبر من الهند والسند والصين تعبر عبر الجزيرة العربية ففي ضراب فقامت ما يسمى بالممالك العربية القديمة ثم الممالك العربية الوسيطة لحيان وديدان وقبلهم ثمود والأنباط والجرهائيين والتيمائيين والمديانيين وأهل رقمات في نجران وحضارة الأحسى ودلمن وأوال في البحرين وكل هذه المنطقة قامت في حضارات لأنه الآن بدأوا يبعون منتج اللي هو اللبان اللي ما زال يحرق في الكنائس والبابا روما يباركه إلى اليوم يأتي من عمان ومن هذه الأرض من جبال محمية سمحان في عمان اللبان الحوجري واللبان الشعبي واللبان الشزري فاغتنوا مرة أخرى العرب على مدى 3000 سنة لين سقطت الدولة النبطية 130 بعد الميلاد هذه هي الفترة التي تسمى الفترة المظلمة بتاريخ الجزيرة العربية اللي هي 600 سنة قبل ظهور الإسلام هنا بدأ العرب لما سقطت الدولة النبطية توقف الطرق البخور فماذا يفعلون؟ فإن لم نجد إلا بكرا نخينا فعل بكرنا بدأوا يغزون بعض وبدأ ما يسمى واختزل التاريخ كله بهذه الفترة التي تسمى الجاهلية طبعا جاء الإسلام وأنتم تعرفون ما الذي حصل من تطور آخر فحضارات الجزيرة العربية لم تنقطع بالعكس بل إن الصحراء لها مميزات كثيرة لها مميزات كثيرة في إصدار الحضارة صحيح أن أهل الجزيرة العربية عانوا معاناة شديدة إلى قبل اكتشاف البترول بسبب التصحر لكن الصحراء أنتجت حضارات كثيرة وأختم بكل ما مهمة لكن الذي هذا التصحر النقطة السلبية اللي فيه إنه سوى انقطاعات انقطاعات في التدوين لماذا؟ لأنه كلما تسقط حضارة يرجعون أهل الجزيرة العربية إلى نقطة الصفر قبل مئة سنة نحن في الجزيرة العربية صفر تأتي إلى مدينة كاملة لا تجد أحد يعرف يكتب ويقرأ فحصلت النهضة الأخيرة الآن في السعودية وفي الخليج بسبب الحكومات الرشيدة فعدنا من الصفر الصفر فعلا الصفر في كل شيء الصفر الغذائي الصفر الثقافي وبدأنا الآن نصدر الحضارة والإشعاع مرة أخرى فهذه الانقطاعات كانت قديما وإن شاء الله أنها لن تأتي مرة أخرى لانقطاعات الحضارية وشكرا لكم على الاستماع ترجمة نانسي قنقر